وكلامنا عن مباراة الزمالك امبارح برضو مستمر 3 نقاط رجعت الزمالك لمجد غائب من يمكن نقول 18 سنة فوز الزمالك على فرقه وفق لحسابات الكورة والنقاط ممكن يعتبر كده انه قرب من الفوز بلقاب الدوري فاضل مباراة واحدة حتضمن لق الفوز بشكل رسمي من غير ما يبص لباقي مباريات الاسبوع الزمالك بعد فوز امبارح عمل رقم قياسي مدحق اقش من سنين طويلة وهو الفوز في عشر مباريات وربعض في الدوري العام في الاسبوع اللي انتهى من الدوري ايه اللي حيحصل في الاسابيع الجاية ازاي الاندية تستعد للموسم الجديد كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل مع ضفنا في الستوديو الأستاذ محمد الجبالي الناقد الرياضي صباح الخير على حضراتك صباح الخير يا أستاذ منا صباح الخير يا سبا حمد سيد محمد خلينا نبتدي كده الكلام ثلاث نقاط فارقة وتلاث نقاط نقدر نقول انهم فرحوا الزمالكوية اكتر من كل اللي فات لان كده احنا بنقول ان الزمالك وصل لمرحلة قوية جدا وبقى متميز جدا وماشي بخطة سبتة جدا وخلاص فاضل على الحلو طبعا كان مباراة فاركو مبارح كانت مباراة مفصلية بالنسبة لفريق الزمالك لانه هو يعتبر من حوالي ست سبع مباراة كده والبطولة تنادية بطولة الدوري تنادية كده الزمالك بقيله مباراة للاتحاد اللي جاية لو فاز بيها هيعلن رسميا انه هو بطل الدوري لان بقى المباريات مش هتبقى مؤسرة في عدد النقاط تحصيل حاصل تعتبر الزمالك بكل امانة البطولة دي تعتبر بطولة استثنائية له ويستحقها بجدارة سواء بالارقام او بالاداء الفني او بالتلاحم الجماهيري او بالتلاحم الاداري داخل الفرقة واتلاحم مجلس الادارة الزمالك من خلال جميع الاحوال والاجواء المحيطة به يستحق بطولة الدوري للعام التاني على التوالي ولو تحققت وده قريب جدا ان هي تتحقق هيعتبر الزمالك دي من 2002 و2003 دي المرة التانية اللي حقق بطولتين وراء بعض كان قبل كده مع الدكتور كمال درويش 2002 و2003 و2003 و2004 والمسم اللي فاته المسم ده يعتبر بطولتين دوري وراء بعض انا بعتبر ان البطولة دي بالنسبة للزمالك بطولة استثنائية وتاريخية في نفس الوقت للظروف المحيطة اللي مرت بالفريق على مدار الموسم اللي فات كله مش موسم فات بقى كده حاجة بتتكلم على تقريبا 10-15 سنة مشوفناش الزمالك في توهجه وقمة مجده ويبدو كده ان الزمالك فاتح دولاب البطولات مش عارفين هيقفله انت يعني ويرب ما اقفله يعني طبعا احنا بنتمنى الفوز يعني احنا عارفين طبعا اهل زمالك اسماعيل مصري دول يعني اقطاب الكرة المصرية تحديدا يعني فايا مكان مين اللي بيجني يعني هذه البطولات احنا بنكون سعداء ومبسوطين اكيد طبعا هي الملفزة طبعا عشر متوشة وربعة اللهم لا حسد يعني فوز وفوز متتالي ماتش في التاني في التالت لحد عشر مبارات السبب فين؟ السبب فين هو انا نقول لك الحاجة هو دلوقتي الزمالك من يوم 17 يعني داخلين في ثلاث شهور كده من يوم 17.05 كان اخر خسارة لي كانت في طلاق الجيش واحد صفر من يوم 17.05 حتى مباراة الامس لعب ستاشر مباراة ستاشر مباراة في الدوري والكاس فاس في 15 وتعدل في مباراة اللي هي كانت امام الاهلي اتناشر فوز متتالي منهم عشرة في الدوري واثنين في الكاس الاسباب ايه؟ انا واحد من الناس اللي مقتنع تماما كمبدأ عام اذا تحقق النجاح او تحقق الفشل فتش عن الادارة ادارة مجلس ادارة ادارة جهاز كورة ادارة ملعب اذا السبب الرئيسي بعد الجماهير وخصوصا جماهير الزمالك خلال فترة اللي فاتت دي حاجة مشرفة للاغاية صبره كتير برضو كبير صبره كتير طبعا وفي نفس الوقت يعني مثل على سبيل المثال مباراة الاسماعيل ومباراة فاركو فنيا الزمالك بدأ اقل ولكن قوة الدفع الذاتية بتاعت الجماهير والروح المعنوية بتاعت اللعيبة وادارة الجهاز الفني سهمت بشكل كبير مباراة الاسماعيل اسماعيل عمل مباراة ممتازة وقوية جدا فاركو الشوط التاني بمبارح كان فريق مميز للغاية ولكن وجود الجماهير وادارة الجهاز الفني للفرقة من الداخل كان ليه سبب كبير جدا انه هو يكسب المطشين واربعة اذا السبب الاساسي بعد الجماهير من وجهة نظري الادارة الادارة هنا بتنقسم الى ثلاث حاجات ادارة مجلس ادارة ادارة جهاز كورة ادارة فريق داخل الملعب او داخل غرفة الملابس الادارة تتسبب في نجاح وفشل اي منظومة بشرية وده انطبق على الزمالك بشكل كبير جدا لو جينا نقول ادارة كمجلس ادارة وفر كل حاجة للجهاز الفني واللعيبة ادارة جهاز فني بقيادة امير مرتضى افل على الفرقة بشكل كويس جدا منع التصريحات بس فيه كلام هنا محمد ان فكرة النجاح الحقيقي اللي حصل ده هو فكرة ان مجلس الادارة ادى كل الصلاحيات للجهاز الفني لا يتدخل في اي امر من امور الجهاز الفني هو ده اللي خلى المدير الفني للزمالك يبدع ويبتدي اللي هو يركز في كورة فقط لا يوجد نزعات لا يوجد نزعات ده غير انه هو اداله الصلاحيات وفق على جميع اي قرار ياخده في لعيبة عاقب مثلا على سبيل المثال سيفج جزيرة اخر يوم اتركب ماتش فيه غافية مستحقات بياخدوها في معادها بمعنى اصح قال للجهاز الفني انت رئيس جمهورية الكورة في نادي الزمالك والجهاز الفني تعامل من هذا المنطلق ولذلك الفوز بدأ يجيب فوز ده بالاضافة الى نقطة مهمة جدا محدش لو اخد باله منها العدل الذي يطبقه فيريرا داخل الفريق يعني احنا شفنا الزمالك بياخد بطولة دوري للعام التاني على التوالي في ظروف لا احد يصدقها من ضمن الظروف دي شفنا اربع لعيبة من الشباب متوهجين حسام عب مجيد بيجيب جن الفوز بالامس في عندك سيد نمار عندك يوسف اسامة عندك سيف جعفر لعبوا وبدأوا يعتبروا من الهيكل الاساسي داخل الفريق اذا الادارة ادارة جهاز فني الادارة مجمدة قلبها بتجرب بمنتهى الثقة واللعيبة مستجيبة وفي شكل كده من من التشجيع وفي نفس الوقت الحسم فاعتقد ده اللي ظاهر لنا انه في الاخر في نتيجة في نتيجة النتيجة ان انت لو حتى فنيا حصل ضرب في بعض المطشاط ظروف مثلا رحيل بن شرقي ظروف عدم وجود محمد ابو جبل رحيل طريق حامد ثلاث لعيبة ممكن يكسروا ظهر اي فرقة خصوصا كانوا اساسيين بشكل اساسي رحيل بن شرقي الناس كلها قالت ان بعد رحيل بن شرقي الفريق حيتأثر ما لانهوش متأثر ده ليه بقى عشان فرير عارف يسوق عشان عارف يشتغل باللي موجود معاه ولا علشان خاطر عارف يعيد التعامل مع الناس اللي موجودة ويعيد تدربهم ويحط كل واحد في الهيكل ويشوف هو عنده نواقص فين بالضبط فريرا بيعتمد على شكل الجماعية داخل الفريق لا يوجد نجم أوحد لا يوجد لعيب هو ده الأساسي في الفريق في لعيبة مميزة للغاية كانت بتقعد احتياطي شكبالا بيستعين بي في فترات من الشط التاني بنشرق رحل للبديل اللي إنا محمد عبدالغاني لأول مرة تحصل بيلعب ديفندر ما كان طريق حامد لإنا إمام عشور بيتوهج وبيعيد اكتشاف مهارات اللاعبين كمان اه اكتشافه وفي نفس الوقت الجهاز الفني لما بيدي ثقة للعيبة داخل الملعب واللعب بيزيد بيزداد الثقة وفي نفس الوقت لما ييجي يقول أنا الدوري قرب وبطولة كاس انت واخد بطولة كاس والدوري قرب ده بيفرق معنويا ويضيف على ده كله حالة التوهج والتلاحم الجماهيري الغير طبيعية واللي هي لم تحدث منذ سنوات كتيرة ومش حرمان ولا حاجة سيد أحمد لإني الزمالك هو يعتبر بطل الدوري المسلم اللي فات برضو هنا لا يعتبر هو بطل الدوري لا ننكر عشان ندي كل واحد حقه لا ننكر عمل اللجنة السابقة بقيادة كابتن حسين لبيب سلم مجلس الإدارة الحالي بعد عودته بتجديد عقود أهم أربع لعبة في الفريق زيزو محمود الوينش اللعبة دي كانت هتفرق كتير جدا وخصوصا كانت عقودها بانتهية هي كده جيل بيسلم جيل إدارة بتسلم إدارة وده اللي في الآخر بيؤدي إلى نتائق ضيبة النجاح النجاح دايما النجاح بتبقى فيه منظومة متكاملة متكاملة هو اللي بيصنع النجاح وده حقيقة كل مبتفق على ده في مباراة هدمة جدا غدا وهي الأهلي أمام الإسماعيلي ويمكن حقيقة لسه كنت بتتحدث عن فكرة المباراة اللي شفناها الزمالك والإسماعيلي وشفنا الإسماعيلي يقدم فيها مباراة طيبة جدا وأداء كان قوي فأعتقد مباراة الغد هي مباراة قوية وهتكون مباراة صعبة لأنها هتدخل ضمن المنافسة المركز الثاني ما بين برامدز وما بين الأهلي شايف المباراة دي ازاي وشايف الصراع نفسه على فكرة الوصيف أو المركز الثاني في الدور ازاي هي طبعا بكل تأكيد هتبقى مباراة مهمة ومباراة ممتعة في نفس الوقت هو الإسماعيلي عودني خلال الفترة الأخيرة بعد ما نجم من دوامة الهبوط أنه بيلعب مباراة قوية ولكن بعد مباراة الزمالك أدى مباراة مباراة ضعيفة وخسر مباراة الأهلي بكرة تعتبر من المباراة المؤجلة للأهلي الأهلي كده بقيله أربع مباراة منهم مباراة الإسماعيلي هنا بقى فيه الأهلي بيواجه مشكلة في الأربع مباراة المتبقيين له زي ما بتقولها سوز أحمد موضوع الوصافة وموضوع المركز التالت دلوقتي برامدز فارق عن الأهلي خمس نقاط خمس نقاط لو برامدز فاز في الثلاث مطشات اللي جاية والأهلي فاز في الآربع مطشات اللي جاية هيبقى الأهلي مركز تالت وعلى فكرة دي ما تحققتش في تاريخ الأهلي غير ثلاث مرات سابقة أنه هو ينهي مصابقة الدوري بالمركز تالت أنا عايز أقطعك يا سيد محمد سؤال عبدالصامد وإجابة حضرتك حسنها واخداني كده في سكة أن الدوري تحسم أنتوا كده يعني إحنا مش شايفين أن الدوري لسه في الملعب بيرامدز مبارح كسبان خمسة وبينه بين الزمالك سبعة بونت ده فضل له ثلاثة وده فضل له ثلاث مباراة مؤجلة وده فضل له ثلاث مباراة أو مش مؤجلة ثلاث مباراة فأنت بتتكلم برضو أنها مش بعيدة لو ربناي بعد الشر عن الزمالك وعن بيرامدز وعن الأهلي وعن كل الفرق لو ما تحسمتش في الاتحاد اللي جاية مش بعيدة برضو لا هو بص نظريا على الورق ولا خلاص كده كلام عبدالصوض وكلاما كله يعني ما نتفرجش على الدوري خلاص الدوري خلص عارفت ليني هايز أنا بنقول أن الميزة الفترة اللي فاتت أن الدوري من أول بدايته لغاية في شد وجذب آه في الملعب ما بقاش زي الأول النس من أول خالص خلاص محسوم وزهقت وابتدت تدور نصيحة 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 أن نحن الفترة اللي جاية ندور على مين هيهبط مع المقص المقاولين مش حسن مين هيهبط الدوري يعتبر بنسبة كبيرة جدا محسوم ليه بقى لو افترضنا مطش الاتحاد وده يعني أنا سامع من مبارح الإدارة بتطلب فتح استاد القاهرة للجمهير إن هي الجمهير الزمالك تحتفل يوم الثلاث الزمالك نظريا عنده ثلاث مطشات عايز من الثلاث مطشات ثلاث مطشات ده بافتراض إن بيرامدز والأهل يفازوا في كميع المطشات ولكن هي نظريا أو بنسبة 99 الدوري اتحسم إحنا نبدأ ندور بقى على مين اللي هيهبط مع فريق مصر المقاصة شايف فكرة الهبوط ده إزاي برضو في ظل هبوط لأندياش عبوية يعني برضو لها جمهور المقاولين إيه أخباره بنتكلم المنافسة في ظلاتي في الهبوط في مشكلة في مشكلة في الهبوط غزل المحلة زي ما قالت لنا يعني غزل المحلة دخل في اللعبة 31 بومت عندك الجونة 29 عندك المقاولين 29 عندك إستر 29 هتبقى الثلاث جولات اللي باقية للفرق دي عبارة عن صراع عنيف للغاية صراع بقاء صراع بقاء عشان كده مثلا فرقة زي إستر بتتمنى إن الزمالك يحسم البطولة يوم الثلاث لأنه آخر مباراة ليه في الدوري مع الزمالك المقاولين نفس الوضع وصل لمستوى صعب جدا للغاية ولكن فوزوا بالأمس ادالوا الأمل من جديد أي فرقة هتحصل على هتعدى 33 بونط من الفرقة الثلاثة أو الأربعة اللي هم بينفسوا مع مصر المقاصة على الهبوط يتهايلي هتقعد في بطولة الدوري هتبقى الجولات اللي جاية التركيز الأكبر بعد حسم نادي الزمالك يوم الثلاث مباراة الاتحاد وإذا فاز فيها حيبقى فائز باللقب حيبقى التركيز كله على حاجتين مين اللي هيهبط وفي نفس الوقت مين مركز ثاني وثالث الصراع بين الأهلي وبرامدس طيب تلاحهم المواسم دي حاجة من الحاجات أنهاكة الأهلي الثلاثين اللي خاته والزمالك داخل بخطة سابتة ناحية تلاحهم المواسم لو يعني حصل حسم في السوبر أو في الدوري وبعدها السوبر هيبقى عنده كمان كاس فإنت بتتكلم عندك تلاحهم مواسم اللعيبة هتعمل إيه يجهز إيه بقى يجهزوا فريقتين يدخلوا الشباب يعملوا إيه علشان يبقى عندي فرقتين بتبدل واللعيبة مش منهكة ونبقى قادرين كلام حضرتك صح يا أستاذة مننا وعشان كده إحنا دايما كانوا قادر يضيين لنا ثلاث سنين بنطالب بموسم استثناء وأنا من مكاني هنا بضم صوتي لصوت النائب أحمد دياب رئيس ربطة المحترفين بأن يتم الاتفاق بين جميع الأندية قبل بداية الموسم 16 أكتوبر أن يكون الموسم المقبل هو موسم استثنائي لازم نعمل موسم استثنائي عشان يبقى فيه فرق إن انت معلش يعني تلعب موسم السنة السنة اللي فاتت السنة دي لا استثنائي بمعنى إيه ممكن تلعب دور واحد ممكن تلعب مجموعتين بحيث أن انت تنهي في مايو زي أي حد بينهي في مايو يونيو إحنا دلوقتي لسه ما خلصناش الدوري والدوريات حوالينا في دول الخليج ودول المغرب العربي شغالة الجولة التانية والجولة التالتة والكلام ده وده سبب لنا مشكلة في موضوع القائمة الأفريقية في موضوع القرعة الأفريقية الخناء اللي حصلت مين اللي حيشارك في دوري أبطال أفريقيا مين اللي حيشارك في دوري الكون فدرالية لازم يكون موسم استثنائي ولازم الأندية وخصوصا وخصوصا الأهلي والزمالك أن يكونوا يعني يغلبوا المصلحة العامة أو عن المصالح لأن لو الاتفاق اللي تم الموسم اللي قبل اللي فات أن كان يتلغي الدوري ونعمل موسم استثنائي ولكن أندية زي مثلا الأهلي وفرق تانية رفضت هو ده السبب اللي احنا فيه دلوقتي الأهلي أكثر المتضررين بتلاحم المواسم والزمالك أكثر المتضررين بتلاحم المواسم ولكن إدارة اللاعبين بدنيا هي اللي فرقت ولكن لعب ده في الأول والآخر اللعب ده بين آدم مش مكنة لازم لازم يكون فيه موسم استثنائي وزي ما قال السيدة مننا أن القصة لازم تحسن من الآن لازم تحسن من الآن وخصوصا أن بداية الدوري أعلنوا عنها أن هي ستبقى 16 أكتوبر لابد أن يكون الموسم المقبل استثنائي عشان نبدأ نزبط الموسم المقبل اللي بعد اللي جاي بشكل طبيعي جدا فكرة الأهلي لجأ لفكرة الدفع به الشباب وإراحة اللاعبين ده يقدر يحل فكرة تلاحم المواسم والمشكلة اللي الأهلي وقع فيها بعده ثلاث سنين تقريبا على فكرة هو الأهلي لما أعلن أنه هو حيلعب بالبدلاء والنشئين كان مجرد إعلان ولكن على أرض الواقع هو الفريق هو الفريق وفي حاجة تانية برضو جماهير الأهلي مش وقدة بالها منها يعني سوارش واخد حملة انتقاد غير طبيعية بالنسبة للجماهير لسبب بسيط جدا لسبب أن المستوى الأهلي مش هو ده مستوى الأهلي فنيا ما فيش حاجة ما فيش حاجة تحس أن فيها لمسات فنية أو فيها فكر مدرب سواء في التغيرات أو في التكتك داخل الملعب ولكن بالأرقام هنلاقي سوارش مثلا قاد الأهلي في 13 مباراة فز في سبعة تعادل في أربعة خسر مبارتين والأكتر من كده أنه هو كليم شيت 11 مباراة جماهير الأهلي النتائج دي تعتبر لمدرب إلى حد ما جديد كويس مرضية ولكن الأربع تعادلات دول هما اللي فرقوا مع الفريق في موضوع المنافسة على بطولة الدوري وفي نفس الوقت الأداء غير مقنع محتاجة ليه صفقات هو 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 المتوقع طبعا الأهلي هيدخل في موضوع الصفقات بشكل كبير جدا من خلال شركة الكورة والأكتر من كده أن فيه كلام كبير جدا أن مع نهاية الموسم سيتم تغيير المدرب بمدرب أكتر بعدما فشل سوارش في إقناع الجماهير أولا بأنه على مستوى إدارة الناد الأهلي وجهاز الكورة ودي الحاجة اللي دايما أنا بستغرب لها مع أن نحن لسه حالا بنقول كلينشيت يبقى يبقى ليه ليه قصة ليه ما نديش فرصة ولا جماهير الأهلي لا تتحمل هذه الككرة جماهير الأهلي لا تتحمل ثم أن بعد 13 مباراة اللي بيشوف الأهلي مش حاسس فيه مش هو ده الأهلي مش هو ده الأهلي مش هو ده الأهلي حتى في التاكتك حتى ما فيش ثقة اللعيبة مش وغدا ثقة ما فيش تركيز تبدأ قصور من اللعيبة نفسها ولا قصور من مجلس الإدارة ولا قصور من المدير الفني هنا في خلل في خلل زي أرجع للجملة اللي أنا قلتها الإدارة تتحمل المسؤولية سواء إدارة النادي أو إدارة جهاز الكورة أو إدارة الفريق ولا الفوز بيحب الفوز الفوز بيجيب في الفوز طبعا الدوري من الأول طبعا بيكمل للإخر طبعا طبعا بلغة الشيرع الفوز بيجيب فوز طبعا ولكن كل المؤشرات خلال الفترة اللي فاتت كانت بتقول أن الأهلي حيفوز بالمؤجلات وفي نفس الوقت حيركب الدوري الأهلي لم ينجح في تحقيق ذلك الأهم من ده أن إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة تحس أن في حالة من عدم التوازن أو عدم الاتزان سواء في القرارات أو في التصرفات الخاصة بفرقة الكورة وأنا دايما باستغرب وبقول كنت بقول مع زميلي في الأمس في الجرنان أن إدارة النادي الأهلي وجهاز الكرة في النادي الأهلي يضم نجوم سابقين في كرة القدم حاجة مميزة جدا ورغم ذلك هناك تواضع أو تراجع فيه اختيار اللاعبين المحترفين اللاعبين الأفرقة المدرب مدرب سوارش كانوا الأهلي أعلن لما جاء أنه هو مشروع ولكن حتى هذه اللحظة لم يقنع الأهلي وجمهير الأهلي وجمهير الأندية الأخرى كل الشكر لك النقد الرياضي محمد الجبالي حكيت لنا كده الحكاية وقلت لنا إيه اللي بيحصل ووضحت لنا الأمور ماشية إزاي أنا طمعانا في سؤالك بسرعة قبل أن نختم مع أن أنا وقت خذ السنة دي اللي كان كده في الساحة أو اللي كان بينافس أهلي زمالك بيرامدز أو زمالك بيرامدز أهلي لو مشيره بترتيب النقاط السنة الجاية ممكن ينضف لنا اسم كمان أو اسمين فيوتشر 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 ماشي بشكل كويس جدا وفارقه مع الميدة بالمستوى اللي حصل مبارح بس يبعد شوية على التكتل الدفاع هيبقى فرقة مميزة جدا فيوتشر السنة اللي جاية وبرامدز هيبقى ليهم وضع مختلف تماما عشان كده أنا دايما بحذر الأهل والزمالك من الفرق اللي طلع زي فرقه دي سؤالي الثراء اللي عمالي يزيد في الدوري دي كله في صالح العيبة وفي صالح الكورة وفي صالحنا كمشاهدين وإحنا قاعدين نتفرج على كورة كده كل الشكر لك نورتنا وشرفتنا